مرحبا مشاهدين الكرام سيهم كما كتوفي الحلش ببرا وبررا على كامل المناطق الوسطى وشرقية فقط إن شاء الله نهار اليوم بالصح سيهم اليوم في الليل إن شاء الله هيتغير الوضعية الجوية هتعاود ترجع الشتاء هتعاود يرجع التلج إن شاء الله على الوسط والشق وحتى على الغرب الجزائري بالفعل يعني الغربية لأنها يتساقط فيها الأمطار وثلوج لكن بالوسط وشقة نعيش في فتاة تحسن مؤقت هيكون إن شاء الله اليوم في الليل هتعاود ترجع للشتاء تعاود يرجع التلج إن شاء الله على كامل المرتفعات الداخلية الوسطى الغربية وشرقية لحق العلو التحى إن شاء الله حوالي ما بين 800 حتى 900 متر سيهم يليكن يعني هذه الأسبوع نبقوا دايما نعيشوا هذا الإطراب الجوي نبقوا دايما نشتاء والتلجي يخصوا هذه المناطق لكن بداية من يوم الثلاثة إن شاء الله تعايد تحسن وضعية الجوبية وحتى تكون هناك تحسن وأجوة تكون إن شاء الله مشميسة نعود الآن نشوف توقع التقصي إن شاء الله لظاهرة اليوم كما نشوفه في الصورة ستكون كينة شتاء دايما بالمارتقة الغربية الحل سيكون مغيم هذه الغيم إن شاء الله على السواحل الوسطى ستقدر تمد شتاء في أواخر النعار إن شاء الله بالشرق الجزائري كما نشوفه في الصورة الحل ستكون شباب شميسة تميز الشرق الجزائري خاصة نسيهم الأجواء تكون جميلة على المرتفعات مع تساقط الثلوج ومع إطلالات الشمس وتساقط الثلوج بالجنوب الجزائري كما نشوفه في الصورة الحل سيكون شباب شميسة تميز كان من المنطقة الجنوبية سحابة خفاف إن شاء الله سيخص منطقة بشار شامل الصحرة حتى للجنوب الشرقي زواب رمياء أيضا إن شاء الله اليوم ستنشط على الجنوب الغربي وسط الصحرة وحتى على أقصى الجنوب كون أن السرعة تريح تكون عن ما قوية بالجنوب الجزائري تلحق حوالي 50 كم في الساعة ونشوف ندرك درجة الحال إن شاء الله اليوم في الظاهرة تلحق تكون دايما الحال بارد مع تساقط الثلوج المعتبر ستجد درجة واحدة فقط من مدينة البيض والآن البيض سيها ما يتساقط فيها الثلوج 4 درجة فقط بالجلفة والتيارة تنسجلو 9 درجات بكل منصطيف برج بوريج حتى قسنطينا كذلك باتنا على السواحل الوطنية بين 9 حتى 19-15 درجة ما بين 8-15 درجة على السواحل الوطنية بين جنوب الجزائري الحال دايما سيكون بارد نسجلو 12 درجة إلى حوالي 26 درجة على المناطق الجنوبية نحن نشوف الآن الوضع الجوية إن شاء الله اليوم الحال في الليل كيف يشرح سيكون الحال في الليل إن شاء الله ستكون نشتاة إن شاء الله في الموعد كما نشوفه في الصورة نشتاة تميز كامل المناطق الشمالية الوطن الغربية الوسطى وحتى الشرقية ثلوج أيضا إن شاء الله ساقط على المرتفعات الغربية الوسطى وشرقية لتراوح العلو تحى ما بين 800 حتى 900 متر بحول الله بالجنوب الجزائر الحال تكون صافي كما نشوفه في الصورة سحابة خفاف خيقصو مدينة تمانرس إن شاء الله درجة الحرارة في الصورة نشوفه درجة الحرارة الحال يكون دايما بارد رح تراوح ما بين درجة واحدة تحت الصفر إلى حوالي 6 درجات على المناطق الداخلية ما بين 5-7 على السواحي الوطنية بالجنوب الجزائري الأجوار رح تكون تانيك باردة على كامل جنوب الجزائري نسجل 0 درجة إلى غاية 8 درجة أو 12 درجة على أغلب المناطق الجنوبية حالة البحر إن شاء الله للنهار اليوم الجمعة كما نشوفه في الصورة البحر رح يكون قليل اضطراب على الغرب والوسط اتجاه رياح تكون جنوبي غربي بالغرب ومختلف الاتجاه بالوسط سرعة الرياح متعداش 25 كم في الساعة بالسواحي الشرقية البحر إن شاء الله سيكون مضطرب إلى هائج الرياح تكون جنوبية شرقية سرعة الرياح متعداش 50 كم في الساعة بالنسبة للصيادين وحتى الملاحة البحرية صيادين من وجين العرض البحر ونقول لهم كما نشوف سرعة اتجاه الموجه تكون شمالي شرقي على الغرب بالوسط وحتى الشرق الرؤية تكون حسنة بالوسط والشرق ومتوسط بالغرب علو الأمواج متعداش المتر ونسب بالغرب وحتى الوسط وما بين المترين إلى ثلاث أو مترين ونسب بالشرق إن شاء الله هذا ما كان لدي سيهم فيما يخص توقع تقص لنهار اليوم الجمعة بحول الله والنصيحة دائما نرد بيكم في الطرقات سوق بالعقل لتفادي حوادث المرور إن شاء الله وجمعة مباركة للجميع شكرا جميعا